نتحدث أكثر عن هذا الموضوع ولماذا يحدث وإلى أين نحن ذاهبون في موضوع تطورات هذه العملة الافتراضية من القاهرة مع الدكتور رشاد عبدو رئيس المتدى المصري للدراسات الاقتصادية مساء الخير دكتور رشاد ثلث قيمة البيتكوين تم خسارتها في خمسة أيام فقط لماذا كان متوقعا هذا ولكن هل كان متوقعا بهذه السرعة؟ لا وده مش الانخفاض النهائي وفي نفس الوقت ده لسه ترتفع من تاني لأن عدد الوحدات المطروحة منها محدود 21 مليون والطالب عليها أكبر كتير من المعروض منها بالإضافة أن بتردت ناس تستخدمها في أغراض أخر يعني عماية الإرهابية وتمويل عماية الإرهابية والتهريب وكله بتردت تستخدم ببيتكوينز فده كله بيقول أن لا ده مش معيار قد يكون علشان أسباب مؤقتة إنما هترتفع تاني هترتفع هل ممكن تصل لكام؟ ممكن تصل لسبعين وتمانين ومئة ألف إنما المشكلة الحقيقة فيها أنه لا أحد يعلم مدى الارتفاع إمتى ولا مدى الانخفاض إمتى إنما باتفق معكم مع التقرير بأنها فقاعة طبعا فقاعة دي كانت في بداية السنة كانت بألف دولار دي بدأت بها يعني على سبيل المثال هيدة جديدة؟ لا دي بدأت تسعة سنين ومص عشر سنين وبدأ بستة وتلاتين كانت في سنة ألفين وتمانية بستة وتلاتين دولار فإيه الارتفاعات اللي جدت؟ إنه الغاية أول يناير في هذا العام كانت دون الألف وفجأة تبقى النهاردة وصلت إلف وإثمان وقت إلى عشرين ألف فده كله بيقول إن دي بلا جدال مضاربات وعرضه طلب وطالما العدد المطروح منها محدود والطلب عليها كبير لازم الأسعار ترتكع فده كله بيقول إن ده حتى ده فضلي ماذا؟ فقاعة يعني فده كله بيقول إن دي لسه طبعا بلا جدال فقاعة إنما ده لسه مش قاعة بتاعها وفي نفس الوقت هل من الممكن أن تعود ترتفع تاني؟ آه لسبب أساسي إيهو؟ إنه لما انخفض سعرها بقى النهاردة دون الألف 15 وصل 13 و13 وصلت حوال 14 وكسر ده بقى مغري لآخرين يشتروا في السعر الرخيص وبالتالي أو إن البعض اللي اشتري بالعشرين فرصة يعمل متوسط عشان يبقى سعره أرخص وبالتالي 13 و14 فده بلا جدال هيزود للطلب الفترة الجاية وبالتالي مرشح إنه يرتفع سعره من جديد طيب بما أنه طبعا السعر الآن منخفض فسيكون مغريا للكثيرين كما قلت حضرتك ولكن قلت قبل بأنه لا نعرف نهائيا متى سترتفع ومتى ستنخفض ولكن نتوقع هذا انطلاقا من هذا الهبوط هذه الخسائر الفادحة لا تقول لنا المؤشرات على الأرض يعني لا تجعلنا نتوقع على الأقل ما الذي سيجعلها تنخفض لهذه الدرجة مرة أخرى بما أنه حدث هذا الهبوط الحاد شوفي بلا جدال هذه العملة الافتراضية مشكلتها الأساسية إيه؟ إنها زي أي سلعة في ظل النظام الرقسماري سعرها يتحدث وفقا لقوة العرض والطلب فطالما الطلب كبير جدا لازم السعر يطلع إنما أي إشاعة صغيرة ممكن تزهر ده يبقى كفير بأنه خفضها وبعد القوة ممكن يكون من مصطحتها إصدار بعض الإشاعات عشان تنزل السعر عشان سبب أساسي أن تخش تشتري بالرخيص وبالتالي زي ما هو متوقع أن تنخفض بشدة لا ده ممكن أيضا ترتفع بشدة طيب دكتور رشاد ما الإشاعات التي أنت تراها بأنه هي فعلا إشاعات وليست صحيحة لأنه ما يقال بأنه كل ما يقال حقيقي بأنه خطرة جدا لم يثبت سعره وطبيعيا البعض يقول لا يثبت سعره بهذه الفترة السريعة وهي أصلا اخترعت لنحفاظ على أموال الشركات الكبيرة على حساب شركات صغيرة وعلى حساب المستثمرين الصغار هل هم فعلا الآن المستفيدون منها؟ شوف ده بلا جدال في ناس كثير داخلها لسببين السيين عملية المضاربة ده جزء أساسي وجزء تاني أنها ملازات آمنة فده مهمة قوي وبالتالي طول ما هي ملاز آمن للبعض والبعض المستثمرين وبعض القوى اللي بتلعبوا الغير شريفة وتبقى فرصة جيدة بالنسبة لهم وبالتالي بلا جدال ده هيزيد من الطلب عليها وبالتالي احتمالية رفعها من جديد ده أمر قائم جدا ومش بس أمر قائم ده أمر مراجح وكل ما بتنزل أكتر بتبقى فرصتها أكتر في زيارة الطلب عليها وبالتالي مع زيارة الطلب لابد أن يرتفع السالة من جديد موضوع الإرهاب الذي يتغلغل في عالمنا هذه الفترة إلى أي درجة مرتبط بهذا الانتشار الواسع لبيتكوين؟ طبعا ده مهم جدا لأن العملة دي بالذات فيها ميزة كويسة أو بالنسبة للي بيعمل عملية التهريب وعملية الإرهاب إنه ما بيظهرش اسمها أو اسم الشخص اللي وراها لا ده فيه عرف رسمي بيقول الشخص اللي يملك مليون وحدة لا يجب أن يعرف عنه أحد أي شيء لا اسمه ولا من هو ولا توجهاته ولا 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 فده كله أمر مغري للكسرين طبعا بلا جدال ومن ثم الإرهاب جزء مهم جدا وعمليات تمويل الإرهاب ممكن يبقى جزء مهم جدا في ظل أن عدد المحدود منها أو المطروح منها محدود جدا وهو 21 مليون وحدة فقط أنا أشكرك جزيلا على المشاركة معنا من القاهرة دكتور رشاد عبدو رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية شكرا